أعلن حزب التجمع أن الحزب تلقى باندهاش بالغ تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح وصرح متحدث رسمي باسم الحزب أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلية ظهرت خطة الحكومة الإسرائيلية في إجلاء القطع من سكانه وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وممارسة كفة الضغوط على مصر لكي يتعدل من موقفها الرافض للتهجير القصري أو الطوعية وتتمسك بضرورة وقف الحرب التي يحول دون وقفها الفيتو الأمريكية وجدد حزب التجمع المساندة للبوقف المصري الواضح منذ بدء هذه الحرب للمطالبة بإنهائها ومعالجة جزور المشكلة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بمنح الشعب الفلسطيني الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة